الثلاثة المصابين طبعاً وليد وديانج وأحمد ياسر ريان يعني بشكل عام كده اكتمل أو اكتمل الصفوف اكتمل صفوف النادي الأهلي اللي جاي بقى وتكملة المشوار اللي هو المفروض في تاريخ النادي الأهلي الصعب يعني شايف يعني ممكن يحاول ايه من خلال اكتمال المشهد اكتمال الفريق عناصره يعني هو يعني تكملة الكلام حضرتك ده هو تثبيته للفريق مش ميخليه بعيد عن الصورة تحيين انجز يعني مش ميخلي كم الأصابات اللي كانت عنده تأثر معاه يعني كم الأصابات ده يعني واحد من في نص الملعب واحد في الظاهر يعني ديانج يخرج بيخش حمد الفاتح يعني لكن بقية التشكيلة فيها تجانس فيها هارموني فيها انسجام اه انسجام اه فرجوع الناس دي دي حيبقى عندنا دكة جامدة جدا والفريق اللي عنده دكة جامدة هو ده الفريق اللي بيلعب على بطولة هو يبقى بالنفس الطويل عنده هدف عايز يحققه والحلول موجودة وانت حضرتك مدير فني كمان كبيرة كابتن وعارف قديه مهمة ان يكون عندك الدكة قاعدة برة انت ممكن وبيحصل كتير في المباريات يعني اللي بينزل ده هو اللي بيعمل الفريق وهو اللي بيجيب البطولة طبعا طبعا اللي بينزل ممكن يعني احنا في سنة من السنين كان فوز سكوتي بينزل عشر دقايق خمس دقايق هو اللي بيكسبنا بينزل خمس دقايق بيكسبنا يعني كنا باللعب الاتحاد في الاتحاد في ملعب الاتحاد اللي هو الفنادي الاتحاد اللي هو الصور حوالين الملعب عارف فاكوا ده مش استاد اسكندرية مش استاد اسكندرية لا في ملعب الاتحاد كسبناهم اتنين سفر في الملعب دوت واللي جابهم فوز سكوتي وكان قاعد برا كان قاعد برا نزل نزل سبع دقايق بالظبط فكرنا بجده مع منتخب كابتن حسن شحان أيوة جده كل ما ينزل بطولة اعتقد 2008 موضع اللعيب بيبقى اللعيب قاعد مركز وشايف وعارف ان هو لما هينزل في الحتة الفلانية هيعمل ايه احنا بنشوف ساعات الكاميرا بتيجي على العيبة في الاحتياط برا قاعدين يتحكوا وقاعدين يهزروا مش مركزين احنا ما شاء الله عندنا دلوقتي بقى عندنا الدكة جمدة جدا يعني ناصر ماهر دوت لما هياخد وحط رجله انت معجب جدا بناصر لعيب كويس عند رؤية في الملعب وكاشف الملعب كويس جدا وقوي وحريف يعني حاجة جميلة محمد شريف برضو العارة دي ودكته تماما بقى النهاردة على الثلاث خشبات حاجة جميلة هيبقى فيه بنفسه جديدة جدا بين محمد شريف وبين صلاح محسن وبين مروان محسن وتقلق مع المنتخب محمد شريف والهدف اللي حققه مع توجه كان عودة مباشرة مروان محسن هيبقى كويس لما هيلاقي فيه ناس حد وراه اه انت طبيعي انت لما بتلعب مع ناس مستوها عالي مستوك بيرتقي ليهم لو بتلعب مع ناس مستوها من خلق او لو هو حاسس ان مفيش حد انا يمكن انا كده يعني مش كده كده هلعب لكن مفيش دايما انت مدير الفني وعارف لازم لازم يكون حد بيحفر وراه بلغة الكورة ايو لو انا حسيت ان انا وحش لا ده فيه حد وراي فحياخد مكاني وبالتالي دايما اللعيب بيحاول يحسن مستوى عشان يحافظ على مركزه حافظ على وجوده في الحضاء بالزبط بس دا هو انا طالب منه طلب مروان ان هو يشتغل على نفسه شوية يعني حتة التدريبات التخصصية لابد انها انت شايف ايه اللي ناقصه كابتل انت لعيب كبير وعارف انت شايف ايه ناقص مروان عشان يتسلطيك اولا ان هو بيعمل الاسست كويس جدا بيهين نفسه ما بيبقصرش بيبزي الجهد الكبير جدا لكن هو على التلاث خشبات الفنيش بتاعه عاوس تصبيط يعني هو بعد ما يجبنا الجول كان الجول التاني انفراد راح وحطاه في ايد الجول ما عندوش ازاي ان هو وهو رايح يوسع لنفسه ازاي يثبت الجول ويخدها على جنب يحطها في الجول الحاجات دي عايزها تصبيت عايزها تكرار بالرغم انه عملها في ماتشات كبيرة يعني نفتكر مثلا مبارات الوداد مثلا عمل جول حلو قوي في الفترات الاخيرة كان بيجيبي جول لكن استمرارية بقى ما هو الناس عايزة استمرارية بالزبط خاصة انت في الناد لالي والناس مش هتصبر عليك اهاني مش هتصبر احنا بنبقى ثلاثين لعيب وعايزين 11 لعيب بس في الملعب والثلاثين كويسين الثلاثين كلهم زي بعض الثلاثين كلهم يعني ما تقدرش طوله على واحد فيه موحش لكن المنافسة الشريفة بينهم بقى بينهم ومن بعض في التدريب عشان كل واحد يلعب هي دي هي دي اللي بتقلع هي دي انا النهاردة مروان محسن جالوا منفراضين تلاتة وما حطوهمش هجرب صلاح محسن صلاح محسن لما جالوا الانفراض حطو اثبت اقعد بقى انت خليك بره لغاية ما صلاحي وقع لغاية ما صلاحي وقع عندنا احمد ياسر ريان كمان موجود ايوه طيب يعني احنا في احمد ياسر عندنا صلاح محسن عندنا مروان محسن عندنا محمد شريف اربعة فراودة كويسين اه طبعا طبعا فيعني لازم يشتغل على نفسه لازم يبقى فيه شغل تخصصي يعني يطلب من المدرب بعد التدريب بنوص ساعة يعمله حاجات فا انفراضات حاجات فا كرصات جانبية يحطه بتماغه يحطه برجليه مروان لعيب كبير اعتقد الفترة اللي جاية كمان هكون افضل كابتن محمد حضرتك من اللعيبة اللي توجه مع النادي الاهلي بالبطولة الافريقية قبل كده وعايزة حضرتك يعني تقول لي كده ذكرياتك لما حققنا الانجاز ده خديتك لحد فين الذكريات وهل فعلا الصعوبات اللي وجهت الاهلي الموسم ده حضركم وجهتوها في جلكم؟ لا الصعوبات اللي احنا وجهناها مجيش حاجة ولا ايه انا احد عارف لا لا صعوبات مختلفة من نوع اخر يعني اكيد الصعوبات من نوع اخر يعني الصعوبات طبعا في البطولات اللي فاتت دي الكورونا واللعيبة في الفترة اللي بعدت فيها عن النادي وبعدين ازاي يتمرنوا وازاي يتابعوا اللعيبة في تمرين في جيم في كل واحد في حتيته عشان منع التجمعات وبعدين لما تتجمعوا تاني برضو فقدوا شيء فقدوا شيء وكان فيه اصابات تاني اللعيبة طبعا اصابات عشان هما انت منتشعينك على اللعيبة كلها طبعا ومش كل الناس بتشتغل على نفسها زي هاني وزي محمد صلاح لا فيه واحد ممكن ينام او يروح او زوما او يروح فرح اه يعني 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 ما عندوش التزام مع نفسه صح اوي فيه ناس بتبقى عندها التزام مع نفسها وابنها اصرار اصرار يا كابتن محمد وعندهم اخلاص ده اللي بيفرق هينان بدر لازم ينام بدر خلاص يه حيروح تمرين هيروح تمرين مفيش مفيش تاني